هدفنا الأساسي من حلقات دوذة كتب هو أن نشجع بعض على القراءة ونحمس بعض ونتعرف على مجموعة من الكتب في مواضيع مختلفة لكن لش منقرأ من الأساس؟ اليوم رح نحكي عن مجموعة من الأشياء اللي بتفيدنا فيها القراءة التعود على قراءة الكتب السياسية والعلمية والفكرية أو حتى كتب الألغاز والجرائم مثلاً القائمة على تحليل ظاهرة معينة بزيد من قدرتنا على تحليل الأمور من حولنا وهاي مهارة ممكن تفيدنا كتير في أن نحلل الأمور اللي حولنا ونستفيد منها سواء في حياتنا العملية أو حتى في حياتنا اليومية ما فيش بالعالم ممكن يزيدلنا من مخزون الكلمات اللي بنعرفها وبنفهمها قد القراءة سواء كانت هاي الكلمات كلمات غريبة ومخفية في لغتنا الأم أو كلمات جديدة ومميزة في لغات أخرى عم نتعلمها الشخص القارئ دائماً بيبين في أي قعدة من غرابة وطرافة الكلمات اللي عم يستخدمها ميزة أكبر للروايات خاصة المعقدة والملئة بالشخصيات منها مثل الأدب الروسي مثلاً هو زيادة تطوير الذاكرة لأنك لحتى تكمل النص بيكون مطلوب منك أنك تحفظ عرض كبير من الشخصيات وتحفظ تشابك الخطوط الدرامية فيما بينها فبتصير تلاحظ أنه ذاكرتك تتطور وبتقدر تستفيد من هذا الإشي بكتير من الأمور في حياتنا اليومية من أغرب وائد القراءة هي أنها بتزيد من تعاطفك مع الآخرين والأشخاص من حولك لأنك بتكون متعود لما تقرأ نص أنك تقرأ نفسه من وجهة نظر شخصيات مختلفة طيبة وشريرة فبتصير تقدر أكتر أنك تفهم وجهة نظر الأشخاص اللي حولك في أي أمر عم يواشك وهذا الإشي بحسن من تعاطفك معهم وبتصير تتفهم هم ليش هيك عم يتصرفوا وأكيد في متعة خاصة للقراءة بتتطور عنا وبتزيد كل ما سننا نقرأ أكتر وكل ما زاد إقبالنا على الكتب خبرونا أنتو في التعليقات شوفي كمان فوائد بتحسوا أن القراءة فادتكم فيها اشتركوا في القناة